باوع الدستور دائما أكرر هالكلام كتبه في ثلاثية ثلاثية القلق الشيعي والأمل السني والحلم الكردي القلق الشيعي من عودة الدكتاتوري لأنه الشعر شي باعون يقول لك احنا صحيح اليوم دا نحكم بس احنا في محيط سني الدول الدائر ما دائرنا كلها دول سنية ودول عربية فاحنا باشر عقبة يغيرون الحكم ويسقطون النظام وحنا نرجع الى اقلية فاني عندي قلق فاخلي الى اقلية ما حتى باشر عقبة اذا صار هذا الوضع انفصل هذا واحد الامل السني الامل السني يقول لك احنا جنا حاكمين وهنا طبعا دا تكلم عن القوى السياسية وما تكلم عن الناس لأنه القوى السياسية صدام حسين الطائفة مالتكانة سني بس ولا يمثل السنين مثل ما اليوم طائفة الحكام الشيعة وسنة وكرد ولكن لا يمثلون لا الشيعة ولا سنة والكرد وبالدقيق يمثلون تقريبا عشرة بالمئة من الشعب السياسي وحلم كردي الاكراد كانوا الطرف الاقوى في كتابة الدستور الفاهم شيريد بالضبط ولذلك زرعوا الغام في داخل الدستور منها قضية الفيدرالية وكانوا يعتقدون يعني شوف هذا يعرفون هدفهم كل زين اتكياء كانوا يعتقدون انه الفيدرالية محطة للوصول الى الدولة حلب الدولة القومية ومن يوصلون للدولة القومية الدولة الكردية يجي ورجع ويقول لك يا بتاع الخنسة وياك كون في درالية على الامين على الاقتصاد فتلاحظ اعتقد انه الدستور بيه الغام جيد هذه رح نقشي انهاء وجود هذا الدستور انهاء بابر انهاء؟ انهاء؟ انهاء عديل موجب المادة 126 والمادة 142 وقرارات المحكمة المتعلقة بهذا الشيء لا يمكن اجراء لانه اكو ديكتاتورية احنا نسميها كم اختصين ديكتاتورية الاقلية شنو ديكتاتورية الاقلية؟ ثلاثين ناخبين في ثلاث محافظات باوع الالتباس اذا قالوا لا يعطى اذا قالوا لا وكل شعب العراق البقية قال نعم ذول الثلاثين اللي ما لاتهم اقوى من النعم فانت من الناحية الفعلية ما تقدر تعدل هذا الدستور مهما يقول لانه ثلاث محافظات